النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم فرض زكاة الفطر صدقة الفطر على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من طعام هذا الذي جاء في حديث ابن عمر وهذا يدل على أن زكاة الفطر تتعلق بكل شخص بنفسه لأنه فرض على الجميع فلا يخرج أحد عن أحد هذا والأصل لكن لو تبرع أحد وأخرج عنك فهذا يكفيك يعني الرجل يخرج عن نفسه والمرأة يخرج عن نفسها والأولاد يخرجون عن أنفسهم والأب يخرج عن نفسه كلهم يخرج عن نفسه لكن لو أن رب الأسرة الوالدة أو الوالدة أخرجوا عن الجميع فهذا يكفي وتبرع ذلك